اشتركوا في القناة وفي كتابه الكريم قال من عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلنوحينه حياة طيبة الله عز وجل أنشأ لك حقا عليه قال له يا معاذ ما حق العباد على الله حق العباد على الله إذا هم عبدوه قال ألا يعذبهم مع الإيمان ما في ألم ما في حزن ما في يأس ما في إحباط أمرك بيد الله ما سلمك الله إلى أحد قال لك إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه ريح الجنة في الشباب اتق الله يجعل الله لك مخرجا وترزق من حيث لا تحتسب قال تعالى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِمْ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ لو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية كثير وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِمْ لا تقلق الله موجود الله عز وجل فوق الظروف أمرك بيئة الله شكرا